واحد زي المستريح اللي بيبوضوا عليه ده اللي بوضوا عليه في مغاغا مبارح واحد زي ده حارك بتقوله انه ده اكل مال الناس ووصل لدرجة اكل مال اليتامة كمان جب اكل اموال الناس بالباطل له عدة سبك او له عدة اتجاهات او له عدة يعني تقدر تقول عليها برغة البحث العلمي مظاهر مظاهر اكل اموال الناس بالباطل واحد الغش ده اكل اموال الناس بالباطل اللي غشك يبقى اكل مالك بالباطل ايه تغنين العمل بالمال وانت صاحب لست بي بي ازاي دي صاحب خبرة يبقى اي من ادم يعمل عمل وهو ليس به خبي ليس به خبيرة يبقى اكل اموال الناس بالباطل ومن نوى ان يأكلها بالباطل غير دارس ولا مخطط ولا متأكد ولا مستأزن ولا على عينك يتاجر ولا قدام الحكومة والرقابات والدينة بحالها اكلوا الاموال الناس بالباطل اكل اموال الناس بالباطل له صور عديدة جدا يتامة غير رشد وزيك الشرع عندنا يقول لما اليتيم يبلغ رشده وبتالوا اليتامة يعني اختبروا الذين كانوا يتامة لانهم بالبلوغ لم يصبحوا يتامة فاختبروهم ممكن يكون عقلهم لسا مهوي عيل يضحك عليهم يا فدم يدوهم ابو ارش بعشرة فذلك تدي له ماله لابوه سابهوله مليون جنيه ستمئة وخمسين الف وكسور عشان يموت فيها قال علماء هذه الامة قال علماء هذه الامة اذا ذهب ماله المرء ذهب عقله اجماح كده بصنة كده نور كده هدى الواحد لما فلوسه تروح يروح معاها عقله شوف بقى الرجل ضيع ضيع عقل كم واحد لغاية دلوقتي او الناس دي يعني او ده ضيع يا سلام عليه عقله ورزق وحياة ناس ما هي جرائم عقله ورزق وقلبه وشوء ظن بالاخرين اعدلك من هنا للسنة الجاي لو انت عندك وقت المال قوام الحياة عصب الحياة اساس الحياة الدعوة اليه في هذا الدين والى طلبه قطيرة جدا دياك في الفزورة اللي قالها مبروك عطية عليها رحمة الله ووالديه ودريته ربنا برجم حفظتك سؤال الله يخليك يا شبي سؤال كده فوزيري يبقى ايهما احبوا الى الله شفت بقى يا عم والآية رقم عشرين اللي حلود من سورة المزدام ايهما احبوا الى الله يبقى معاك عشر تلاف جنيه وتقرى تلاتيات من القرآن ولا يتقرى القرآن كل تلات يام وتختمه ما يبقاش معاك 15 جنيه ونوش ايهما احبوا الى الله الاجابة عشان الدميق وارمى وانا مقدرها وكرونا ونسرج لها وارمى وعندها حساسية حبيبي احا اقول لك الافضل وربنا يحب العبد اللي يقرأ كل يوم تلات آيات من القرآن ويجري يجيب العشر بكاوي لان قال اقرأوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله يبتغلوا رايح يبتغلوا من فضل الله تقعدوا يرى القرآن كله ايبا انت لم تفقه هذا الدين ان اذا فقيت هذا الدين تعمل كثيرا يعني الشغل وما تيسر كثيرا يا سلام عليك الشغل وما تيسر يتيسر ده ممكن يكون اعياء ترجمة نانسي قنقر